بسم الله الرحمن الرحيم أرحب فيكم أعزائي الطلبة وموضوع جديد من موضوعات مبادئ التفكير الفلسفي للصف الثاني عشر موضوعنا اليوم إن شاء الله هو مكمل لموضوع الحلقة الماضية وهو مصادر معرفة الخير في الحلقة الماضية تحدثنا عن الاتجاه التجريبي ورأي أصحاب الاتجاه التجريبي حول مصادر معرفة الخير اليوم إن شاء الله سنتناول الاتجاه الآخر المختلف تماما عن الاتجاه التجريبي وهو الاتجاه العقلي الاستدلالي كل ما يتعلق في الاتجاه العقلي الاستدلالي سنعرفه إن شاء الله بعد فاصل قصير أرحب فيكم أعزائي الطلبة والطالبات من جديد وسنعرض الآن موضوع مصادر معرفة الخير وتحديدا مع الاتجاه العقلي الاستدلالي احنا شفنا في الحلقة الماضية أن الأصحاب الاتجاه التجريبي رأوا بأن مصدر معرفة الخير هو التجربة الحسية واليوم إن شاء الله رح نشوف مع الاتجاه العقلي الاستدلالي ما هو مصدر معرفة الخير لديهم نشوف مع الشاشة الاتجاه العقلي الاستدلالي يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الإنسان يعرف الخير والشر عن طريق الاستدلال العقلي وليس الحدث أو التجربة الحسية بمعنى أن مصدر معرفة الخير لدى أصحاب هذا الاتجاه هو العقل لذا فإن الأخلاق في نظرهم ليست دراسة عملية مرتبطة بزمان ومكان احنا شفنا عند أصحاب الاتجاه التجريبي أن الأخلاق مرتبطة بزمان معين ومكان معين بمعنى أن الأخلاق نسبية تتغير بحسب الظروف أما أصحاب الاتجاه العقلي الاستدلالي فيرون أن الأخلاق أو المعايير الأخلاقية أو القيم الأخلاقية ثابتة ثابتة وليست مرتبطة بظروف زمان معين أو مكان معين وإنما هي علم معياري يضع القواعد والمثل العليا الثابتة والمبادئ الأخلاقية التي تحكم سلوك الإنسان بما يتفق وطبيعته العاقلة دون أن يتوقف ذلك على نتائج الفعل ولكي تتضح عزيزي الطالب فكرة أصحاب الاتجاه العقلي الاستدلالي سوف نعمل مقارنة أو نفرق بين رأي أصحاب الاتجاه العقلي الاستدلالي ورأي أصحاب الاتجاه التجريبي حول مصادر المعرفة دعونا نقرأ السؤال مع بعض ما الفرق بين رأي أصحاب الاتجاه التجريبي ورأي أصحاب الاتجاه العقلي الاستدلالي إزاء الأخلاق كنا تناولنا في الحلقة الماضية رأي أصحاب الاتجاه التجريبي حول مصادر المعرفة ورأينا أن أصحاب الاتجاه التجريبي يرون بأن مصدر معرفة الخير أو الشر هو التجربة الحسية وكذلك رأوا أصحاب هذا الاتجاه اللي هو الاتجاه التجريبي أن الفعل الأخلاقي لا يحمل قيمة في ذاته وإنما في نتائج الفعل المترتبة أو النتائج المترتبة على الفعل وشفنا أيضا أن نادوا بنسبية القيم الأخلاقية نسبية الأخلاق بشكل عام وقلنا قبل قليل أن الأخلاق متغيرة بحسب ظروف الزمان والمكان أما أصحاب الاتجاه العقلي الاستدلالي فيرون أن القيم الأخلاقية ثابتة مصدر معرفة الخير والشر هو العقل وليس التجربة الحسية وأن الفعل الأخلاقي يحمل قيمة في ذاته وليس أو لا ينتظر من الفعل الأخلاقي نتائج مترتبة عليه نتائج نفعية كما فعل أصحاب الاتجاه التجريبي الفعل الخلق يحمل قيمة أو قيمته في ذاته وهي قيمة ثابتة وليست نسبية لأنها لا تتعلق بالمنفعة والتجربة وبذلك تصبح الإنسانية غاية قصوى للواجب بالذات شنو معنات الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن الأخلاق لديهم معيارية هناك معايير أخلاقية يسير بمقتضاها السلوك الإنساني هذه المعايير الأخلاقية ثابتة وليست نسبية لا تتقير وأن الفعل الأخلاق الذي يقوم به الإنسان هو له قيمة في ذاته ولا ينتظر من منفعة أو نتائج فعل تعود بالنفع على الإنسان عبر طبعا الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت عن هذا الموضوع بقوله أن الإنسان يؤدي الواجب لذاته بباعث من تقدير عقلي لمبدأ الواجب بمعنى أن الإنسان يقوم بفعل الواجب الأخلاقي الفعل الأخلاقي العمل الأخلاقي بباعث من تقدير لهذا الفعل الأخلاقي بباعث عقلي لتقدير هذا الواجب الأخلاقي أي فعل الواجب من أجل الواجب فعل الواجب من أجل الواجب أي تقوم بفعل أخلاقي معين ليس لنتاجه أو نفعه وإنما من أجل الواجب لأنه فعل أخلاقي لأنه فعل أخلاقي توصل كانت إلى هذه الفكرة بعد دراسة طبيعة الإنسان قام بدراسة طبيعة الإنسان إيمانويل كامت ووجد أنها تنطوي على أو ينقسم طبيعة البشرية تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو الطبيعة الحسية وينتمي بها الإنسان إلى عالم الأشياء أو عالم الواقع طبيعة حسية هذا القسم الأول أما القسم الثاني فهو الطبيعة العاقلة وينتمي بها إلى عالم المعقولات والملائكة عالم المعقولات والملائكة إذن قام بدراسة للطبيعة البشرية فوجد أنها تنقسم إلى قسمين طبيعة حسية وطبيعة عاقلة الطبيعة الحسية ينتمي بها إلى عالم الأشياء أو عالم الواقع و الطبيعة العاقلة ينتمي بها إلى العالم المعقول والملائكة و الإنسان كان أخلاقي بطبيعته العاقلة الإنسان كائن أخلاقي بطبيعته العاقلة لهذا فهو يتصف بالحرية كون عاقل كون الله سبحانه وتعالى ميز بالعقل فهذا العقل يتطلب الحرية يتطلب الحرية إذن من صفات الطبيعة العاقلة أن صاحبها تكون لديه الحرية ويدرك الخير والحق والباطل والشر ويختار من السلوك والأفعال ما يتناسب مع إنسانيته وعقله وحريته لديه عقل يدرك من خلال هذا العقل الخير والشر وهذا الإدراك يتطلب أيضا اختيار حرية إرادة يختار من خلالها السلوك ليتناسب مع طبيعة العاقلة وهذا الاختيار لا يتعارض مع عقله وحريته وإرادته وقد عمّ مكانت الواجب على الناس جميعا لاشتراكهم في العقل وحرية الإرادة أي أن الناس جميعهم يشتركون بهذه الخاصية وهي صفة خاصية العقل وحرية الإرادة جميع الناس يشتركون بهذه الخاصية هنا يتساءل إيمانويل كامت حول إمكانية التوافق بين الحرية والواجب دعونا نقرأ مع بعض السؤال ونحاول نجيب عليه السؤال كيف تتفق فكرة الواجب مع الحرية وهما تبدوان متناقضتين كيف تتفق فكرة الحرية أن يكون الإنسان حر وفي ذات الوقت أن يكون عليه واجب ملزم فيه ملزم بتحقيق هذا الواجب تبدو المسألة فيها تناقض تناقض بين أن تكون حر وأن تكون ملزم بواجب معين كان طبعا يرى بأن لا تناقض بين الأثنين شلون لا تناقض بين الأثنين خلونا نعرف مع بعض ذكرنا قبل قليل أن الإنسان ذو طبيعة عاقلة من صفات الحرية خلاص إحنا متفقين على المسألة هذه أن الإنسان ذو طبيعة عاقلة من صفاتها الحرية وبالإدراك العقلي يعرف الخير والشر ويستدل عليهم ويميز بينهما بالإدراك العقلي عنده القدرة على التمييز بين الخير والشر بين الخير والشر وبإرادة الحرة لديه إرادة حرة الله سبحانه وتعالى أعطاه الإرادة الحرة التي يستطيع من خلالها اختيار السلوك الذي يتناسب مع معايير أو قيمة الأخلاقية يتماشى طبعا مع القانون الأخلاقي والذي يتناسب مع مستواه العاقل إذن في البداية تكلمنا عن أن الإنسان ذو طبيعة عاقلة من صفاتها الحرية أمر ثاني بالإدراك العقلي يستطيع أن يميز بين الخير والشر ثلاثة أن لديه الإرادة الحرة التي يستطيع من خلالها أن يختار السلوك الذي يتماشى مع النظام الأخلاقي وكذلك مع طبيعة العاقلة هذه مقدمات حتى نبين عدم التعارض بين مفهوم الحرية وكذلك فكرة الواجب لهذا فهو يتصرف فوق الواجب تلقائيا أي لا تعارض بين الواجب والعقل والحرية لدى الإنسان بمعنى أن الطبيعة العاقلة الطبيعة العاقلة تعرف أن هذا الواجب يتناسب مع النظام الأخلاقي مع المعايير الأخلاقية وبالتالي هذا التناسب يجعل أنه لا تعارض بين الحرية وفكرة الواجب لا تعارض بين الحرية وفكرة الواجب بمعنى الإنسان بطبيعة العاقلة بطبيعة العاقلة يستطيع يستطيع أن يختار يختار ما يتناسب مع أخلاقه ومعاييره وقيمه الأخلاقية وعليه بناء على اللي ذكرناه الآن بناء على اللي ذكرناه مصدر المعرفة الخير والشر هو العقل وأنه لا تعارض بين فكرة الواجب والحرية يصيغ لنا إمانويل كونت ثلاث قواعد لفكرة الواجب ثلاث قواعد القاعدة الأولى افعل دائماً بحيث تكون قاعدة فعلك صالحة عقلياً لأن تكون قاعدة عامة أفعالك التي تقوم فيها من الضروري أن تتصور أن تكون هذه الأفعال قاعدة عامة قاعدة عامة بمعنى أن تكون جزء من منظومة المثل الأعلى أن تفعل سلوك يحتذي به الآخرين أن تكون قاعدة عامة للآخرين خلينا نضرب مثال على هذه القاعدة والقاعدة الأولى حتى تكون واضحة بالنسبة لنا المثال شخص أودع لديك مبلغ من المال ثم توفى فهل ترد الوديع لأهلها يعني للورثة هل ترد الوديع لأهلها أم تنكرها السؤال مطروح لك عزيز الطالب شوف نظامك الأخلاقي والقيمي شي يقول لك هل ترد الوديع أم تحتفظ فيها أم تنكرها طبعاً شي يقول كانت هنا يقول كانت أعتبر هذا الفعل قاعدة عامة لجميع الناس وأنت أحد الناس ماذا تريد أن يكون سلوك الناس لجاه هذا الفعل وماذا تريد أن يكون سلوك الناس لو أن تلك الوديع تخصك يعني لو كانت هذه الوديع تخصك هل ستقبل أن من لديه هذه الوديع ينكرها عليك طبعاً لا طبعاً لا ولذلك كل أفعالك كل سلوكك يجب أن يكون قاعدة عامة للآخرين هذه القاعدة الأولى للواجب كما جاء بها إيمانويل كانت القاعدة الثانية أفعل دائما بحيث تعامل الإنسانية متمثلة في شخصك وفي شخص غيرك على أنها غاية وليست وسيلة غاية وليست وسيلة هنا يتكلم طبعا في هذه القاعدة عن احترام الإنسانية احترام الإنسانية وأن هناك غاية مطلقة غاية قصوة وهي احترام إنسانية الإنسان احترام إنسانية الإنسان دعونا نرى تفسير لهذه القاعدة يرى كانت أن احترام الإنسانية هي في حد ذاتها غاية يسعى الإنسان إلى تحقيقها وأن لكل إنسان قيمة مطلقة لا يمكن أن توازيها أي منفع مادية أو معنوية مثال على ذلك لو قيل لإنسان سنعطيك مبلغ كبير من المال انتبه معي في هذا المثال لأنه يوضح القاعدة لو قيل لإنسان سنعطيك مبلغ كبير من المال في مقابل أن تشتم والدتك ثم تطردها من البيت وتتنكر لها طول عمرك فهل تفعل ذلك؟ يعني في مقابل أنك تقوم بهذا السلوك الشال الغير مقبول أخلاقيا ودينيا واجتماعيا لو أعطوك مبلغ من المال وقالوا لك راح نضعك في مكان معين هل تقبل هذا الأمر؟ هل تقبل هذا الأمر؟ في الواقع أن حب الوالد قيمة مطلقة لا يمكن أن تستبدل بمنفع مالية أو معنوية أو أي منفع أخرى لذا اعتبر احترام الإنسانية قيمة مطلقة لا يمكن استبدالها لا يمكن استبدالها فكما تريد الآخرين أن يتعاملون معك باحترام يجب أن تحترم الآخرين وتجعل هذا الاحترام للآخرين هو الغاية الأسمى بالنسبة لك الغاية الأسمى بالنسبة لك هذا ما ذهب إليه كانت القاعدة الثالثة افعل دائما بحيث تجعل إرادتك بمثابة مشر يشرع للناس قانونا عاما وهنا نوقف قليلا وهنا طبعا هو يتكلم عن حرية الإرادة يتكلم عن حرية الإرادة أنت لديك حرية الإرادة وقد تكون عن مسؤول عن كثير من الأمور يجب أن تكون هذه المسؤولية مسؤولية حقة مسؤولية حقة بمعنى لو أنت كنت في أو تخصص في تشريع القوانين هذه القوانين التي تقوم بتشريحها يجب أن تلتزم بها قبل الآخرين خلونا نشوف شنو رأي كانت في هذا الموضوع طبعا يشير كانت في هذه القاعدة إلى حرية الإرادة والتي هي وفق الطبيعة العاقية لا تتعارض مع الواجب مثل ما ذكرنا قبل قليل في بداية الموضوع مثال على ذلك أنت شخص تخصصت في صياقة وتشريع القوانين فلا يمكن أن تشرع قانونا يعاقب من يتجاوز إشارة المرور وأنت تخالف هذا القانون وتتجاوز الإشارة يعني من غير المعقول أنك تشرع قوانين ولا تلتزم في هذه القوانين يفترض أنك أول من يقوم بتطبيق هذه القوانين أول من يلتزم بهذه القوانين فكما تريد أن يلتزم الناس بهذه القوانين اللي أنت قم بتشريحها يجب عليك أيضا أنك تلتزم بها والآن عزيز الطالب بعد ما عرضنا لك الاتجاه العقلي الاستدلالي ورأي أهم ممثلي هذا الاتجاه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت وبعد ما عرفنا أن هذا الاتجاه يرى أصحابه بأن مصدر معرفة الخير والشر هو العقل وليس الحس والتجربة أو التجربة الحسية وذكرنا مثل ما شفنا طبعا أن إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني وضع ثلاث قواعد للواجب اللي قال عنا في السابق أو كما ذكرنا في بداية الدرس أنه لا يتعارض هذا الواجب مع الحرية ووضحنا كيف لا يتعارض الواجب مع الحرية طبعا مثل ما قلت ساق ثلاث قواعد للواجب بعد هذا العرض الآن ننتقل إلى التقويم الختامي السؤال الأول علل صحة أو خطأ العبارة التالية علل صحة أو خطأ العبارة التالية الفعل الأخلاقي يحمل قيمته في ذاته عند أصحاب الاتجاه العقل انتبه معي عزيز الطالب هذه النقطة مهمة جدا لأننا في موضوع الاتجاه تجريبي ذكرنا بأن أصحاب الاتجاه التجريبي حول مصادر معرفة الخير ذكروا بأن الفعل الأخلاقي لا يحمل قيمة في ذاته وإنما من قيمته يحملها من نتائج الفعل من نتائج الفعل أو من المنفعة وضربنا مثال أصحاب مذهب المنفعة أو اللذة وكيف أن الأخلاق عندهم أو القيم الأخلاقية لا قيمة لها إلا من خلال نتائجها إلا من خلال نتائجها أما عندنا أو عند أصحاب الاتجاه العقلي الاستدلالي وجدنا اختلاف كبير بين الاتجاهين بين الاتجاه العقلي والاتجاه التجريبي هناك طبعا لا يحمل قيمة في ذاته دعوني نشوف هذا الكلام الفعل الأخلاقي يحمل قيمته في ذاته عند أصحاب الاتجاه العقلي هل عبارة صحيحة؟ وليش صحيحة؟ طبعا العبارة صحيحة الفعل الأخلاقي لدى أصحاب الاتجاه العقلي الاستدلالي يحمل قيمته في ذاته لأن قيمة الفعل الخلقي لا تتعلق بالمنفعة أو التجربة فهي قيمة ثابتة وليست نسبية قيمة ثابتة وليست نسبية هناك عند أصحاب الاتجاه التجريبي لا يحمق قيمته في ذاته وإنما من نتاج الفعل قلنا لأنه عند هذا الاتجاه القيم الأخلاقية نسبية غير ثابتة تتغير بحسب طبيعة الزمان وطبيعة المكان أما القيم الأخلاقية لدى أصحاب الاتجاه العقل الاستدلالي ثابتة ثابتة لا تتغير معايير توضع ومن خلالها يسير السلوك الإنساني يسير السلوك الإنساني إذن الإجابة هنا أن الفعل الأخلاقي بالفعل يحمل قيمة بذاته عند أصحاب الاتجاه العقلي الاستدلالي هذا السؤال الأول السؤال الثاني كيف عالج كامت فكرة الواجب في فلسفته الأخلاقية الإجابة بيّن كامت أن الإنسان يؤدي الواجب لذاته بباعث من تقدير عقلي لمبدأ الواجب أي فعل الواجب من أجل الواجب دون اعتبار لما يترتب عليه من نتائج يعني أنت لما تقوم بفعل أخلاقي معين ما تنتظر نتائج لهذا الفعل إنما تقوم من أجل تقديرك لهذا الواجب الأخلاقي هذا الفعل الأخلاقي لما يطلبون منك زيارة مريضة على سبيل المثال أنت تقوم بزيارة هذا المريض لأنك ترى أن زيارة المريض واجبة ما تنتظر أن أحد يثني عليك أو تنتظر مكافأة أو تنتظر مديح أو ثناء إلى آخره ولكن أنت تقوم بالفعل الأخلاقي لأن هذا واجب ويتطابق ويتوافق مع النظام الأخلاقي أو المعايير الأخلاقية التي يسير سلوكك بمختطاها يسير سلوك بمختطاها طبعاً مع نهاية السؤال الثاني يكون درس اليوم أو موضوع اليوم انتهى تناولنا فيه طبعاً اتجاه واحد وهو الاتجاه العقل الاستدلالي ورأينا أن مصدر المعرفة عندهم كان هو العقل وشفنا أي مانويل كانت شلون يعني وافقنا بين فكرة الواجب ويعني مفهوم الحرية ووضع ثلاث قواعد للواجب أهم نقطتين في موضوعنا اليوم أن مصدر المعرفة الخير والشر عند أصحاب هذا الاتجاه هو العقل وأن لا يوجد تعارض بين فكرة الواجب ومفهوم الحرية أتمنى من الجميع استفادة من درس اليوم سنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة أيضاً مصادر معرفة الخير إلى أن يحين هذا الموعد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة